خليني أقول لحضراتكم بعد مطش الوداد ده على طول في جلسة مهمة جدا احنا طبعا يعني بنفن السيزن وفي نهاية السيزن تولى بيتسو موسيماني المسئولية لجنة التخطيط للكرة في نادي الأهلي مفترض ان شاء الله أنها تعقد جلسة مع بيتسو موسيماني المدير الفني الفريق بعد انتهاء مباراة الوداد في عدد من الملفات وعدد من الموضوعات اللي اللجنة الحقيقة عايزة تناقشها مع المدرب بيتسو موسيماني واللجنة الحقيقة يمكن لبيترقصها طبعا كابتن محسن صالح وبتضم في عضويتها النجم النادي الأهلي زكريا ناصف عايزة تسمع وجهة النظر الراجل في بعض الأمور الخاصة بالنادي عشان يتم التحضير ليه احنا نتكلم على مرحلة تحضير لسيزن جديد ان شاء الله بنتكلم على صفقات بنتكلم على ملاكس محتاجة دعم فأعتقد فيك عدد كبير من الملفات اللي هتطرح على مستر موسيماني من قبل لجنة التخطيط وهيتم من مناشتها وبالمناسبة الجلسة دي ان شاء الله هيكون مفترضة هيحضرها طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة